طب أدوار كتير عشان أنا كمان كنت منتزوجة يا فنان ودايما يقولوا أنتوا كنتوا بتقولوا إيه لا والله بنبقى عاديين وكده بس أنا شايفة أنها بتاخد منكم إيه الأدوار اللي تعبتك وقررتي تكلمي حد في الطب النفسي ساعتك لا أنا قريتي بروح تروحي أصلا بروح من بدري يعني ومش عايبة يعني تروحي عشان تأمني نفسك لا بروح علشان ساعات ما بعرفش أخرج وساعات المشاكل الشخصية اللي ما عرفتيش تخرجي إيه سبب المروحة يعني مثلا روحت في الطفان برامل أن الطفان نجح قوي قوي بس تعبني قوي قوي يعني جدا تعبني جدا جدا يعني مشهد النهاية لوحده يتعب بلد يعني مشهد النهاية ودين بالفضل ليه الفنان الكبير خاري بشارة لأنه كان صامت طبعا بس ماما بس فقلت له طب ممكن تخلي قلبي يتكلم فهو جدا من المدرسة دي ومدرسة برضو الأستاذ محمد سلامة كده طبعا اللي هو عايز قلبك هو اللي يقول مش اللسان يعني سهل إن احنا نتكلم لكن لازم تحسي بعنيكي وقلبك وعدين تقولي فقال أوكي فلما تأثر خيري بشارة كانت أمه لسه عيشة جالي بيعاية قالي خلتيني عملت بروفو على موت أمي كانت أمه كانت تعبانة قوي فقلت له ربنا يخليها لك وابتدينا نهدي خيري في الاستوديو وابتدى كان يعيط قوي تأثر هو نفسه جدا يعني هو أول واحد اللي بيوجهكو كان بيحب أمه كمان هو قوي قوي فالمسألة أثرت عليه مش هو بس هو وكل اللي كانوا موجودين في الاستوديو لما قالت لها أول مرة حضنك ما تحدنينيش أول مرة أول مرة أكلمك طب انت يا تعياتي ليه يا وفاق ده أخلص الجملة ده الجملة خلصت الجملة صعبة بشكل مرت في حياة كل واحد فينا يعني طبعا طبعا كلنا بنقول كل ما بنفتكر الجملة دي يا شافتي كل ما بنقول ده هو تليفون ده ما بيرنش ليه آه لا ما تقولي ليش أنا نناخد فاصل بقى عشان أنا عندي ناس حاجات كتير قوي فاصل وعايز أركع وفاق عامر مش سهلة مش موسلة سهلة هي مركبة يعني هي قاعدة قدامي نزلت رجلها بقت الملكة نازلي رجعت للطفان آه هي مش سهلة في عفريد جوه وفاق عامر ترجمة نانسي قنقر